شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدود المتقدمين للالتحاق بالأكاديميات العسكرية التي تشمل الكلية الحربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي وكذلك الكليات العسكرية التي تشمل الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والكلية العسكرية التكنولوجية حيث كان في استقباله بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شاهد عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي حصل عليها وذلك وصولا لكشف الهيئة وأعرب رئيس سيسي عن تمنياته للطلبة المتقدمين بكل التوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واكتياز الاختبارات التي تتم وفق أحدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتجرد التي تتمسك بها القوات المسلحة في انتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن بجانب زملائهم في أكاديمية الشرطة مشددا عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب وأبناء مصر باعتبارهم جزءا أصيلا من المجتمع وقد ناقش رئيس سيسي الطلبة المتقدمين للأكاديمية والكليات العسكرية من خلال حوار مفتوح بشأن أهم التحديات والقضايا الإقليمية والشواغل الدولية وعلاقات مصر الخارجية وكذلك جهود الدولة على المستوى الداخلي في إطار التنمية الشاملة ترجمة نانسي قنقر